الرئيس السيسي يوجه بالبدء الفوري في خطوات إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية الشرطة الأمريكية تعلن مقتل مسلح أطلق النار خارج كاتدرائية في نيويورك والمجمع الانتخابي يصوت اليوم رسمياً على الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الثانية صباحاً منتصف الليل بتوقيت جرينيتش مجهز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث تم متابعة جهود إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد العسكري والأمني وعلى صعيد مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية كما أضاف أن الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا حيث تم التوافق حول التنصيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين أعلنت الشرطة الأمريكية أن المسلح الذي أطلق النار خارج كاتدرائية في نيويورك لقع حتفه برصاص قوات الأمن وقال متحدثون باسم شرطة نيويورك أن المسلح قام بالاعتداء على فرقة موسيقية أمام كاتدرائية القديس جون الإلهية في مدينة نيويورك وأطلق النار على عناصر الشرطة والتي بادلته بإطلاق النيران وأردته قتيلا يضلي أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي بأصواتهم اليوم لاثنين عندما تجتمع الهيئة الانتخابية بحسب ما ينص الدستور لإدفاء صفة رسمية على نتائج الانتخابات يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد رفضت دعوة قضائية أقامتها ولاية تاكسس وأيادها ترامب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات حاسمة ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدما في اجتماعه ومن المتوقع أن يحصل بايدن على ثلاثمائة وستة أصوات مقابل مائتين واثنين وثلاثين صوتا للرئيس دونالد شامب قالت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة أن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات وقال جون أليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير وأنها تتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل نحو ألفين وثلاثمائة وفاة وأكثر من مائتين وثلاثة عشر ألف إصابة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأكدت المراكز الأمريكية أن حصيلة ضحايا الفيروس في الولايات المتحدة ارتفعت إلى ما يقرب من ستة عشر مليوناً من بينهم مليون ونصف المليون خلال الأسبوع الأخير وأضافت أن عدد الوفيات تخطى مائتين وثمانية وتسعين ألف وفاة مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترونيوز HD هو 12.303 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب أفقية نلقاكم مع موجة زنجدير لأهم وآخر الأخبار على رأس الساعة